اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والجدران والشوارع والمسجد الأقصى كمان ومنذ العهود الأولى غزل غزاء القدس ودمروا الجدران واعتدوا على حرمة المساجد وأول واحد ذكرته كتب التاريخ هو نبوخذ نصر ملك بابل المشهور حاصر أرشليم اللي هي القدس ودمر هيكل سليمان وبيت المقدس وقتل العديد من اليهود وسبى الآلاف من اليهود وأخذهم معه إلى بابل وبعد مجيء المسيح عليه السلام جاء تيتيس الروماني فخرب بيت المقدس وهدم هيكل سليمان ولم يترك حجرا على حجر ولم يترك بيت المقدس إلا تلا من الطراب وده كان بعد المسيح بسبعين سنة وبعد مئة وتلاتين سنة أتى أدرينال الروماني فخرب بيت المقدس وهدم هيكل سليمان وبنى بدلا منه هيكل للمشترى فقد كان يعبد المشترى وحرم على اليهود دخول بيت المقدس وجعل جزاء من يدخلها من اليهود هو القتل ولم يكن حال اليهود والنصارى في بيت المقدس بخير من هذا الحال فلما ظهر النصارى على اليهود في بيت المقدس خربوه ودمروه ومنع اليهود من الصلاة في بيت المقدس وإنما فعلوا ما فعلوا عداوة لليهود فنزل قول الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزٍ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ لا أحد أظلم وأشد جرما ممن منعوا مساجد الله عن ذكر الله وإقامة الصلاة وتلاوة آيات الله وسعى واجتهد وبذل أقصى جهده في تخريب المساجد وتدميرها فقربها وهدمها ومنع دخول المؤمنين لها فإن لم يستطع ضيق على المصلين وأغرق المساجد بالبدع والمفسدين فمنع كل نافع من دروس العلم والاعتكاف وقراءة الكرآن ونفر المصلين قدر استطاعته فما كان لهؤلاء أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين ذليلين فأولئك الظالمون لهم في الدنيا خزي وفضيحة وعار أما في الآخرة فلهم عذاب عظيم شديد فهم مخلدون في النار إلى أبد الآبدين جاء الله عز وجل بإسلوب جديد هو الاستفهام الإنكاري من أظلمه وهو أبلغ بكثير من لا أحد أظلمه فالله عز وجل لا ينتظر إجابة منه كما يقول فتوة من أقوى مني فهو لا ينتظر إجابة فهو يعلم أنه أقوى من الجميع أما كلمة مساجد فهي جمع لمسجد وهو مكان السجود وإضافة مساجد لله عز وجل هو تشريف للمساجد زي ما بنقول على الكعبة بيت الله الحرام وإن كان سبب نزول الآية الكريمة هو مسجد بيد المقتص لكن هنلاقي أن مساجد جاءت جمع للعموم والشمول لكل المساجد وحنلاقي الصهاينة دلوقتي في المسجد الأقصى بيضيقه تضييق شديد على المصلين فيمنع من هو أقل من 40 سنة من الصلاة في المسجد ويقوموا باعتقال بعض المصلين بعد خروجهم من مسجد الأقصى فهؤلاء اليهود يعلمون علم اليقين أن المساجد هو سر قوة المؤمنين ومساجد الله هي الأماكن المخصصة للسجود فهي دلالة على الخضوع والعبودية لأنك تضع أشرف شيء فيك وهو وجهك على الأرض خضوعا لله وعبودية لله ولم يسلم بيت الله الحرام من ذلك فحاول أبره الحبشي في عام الفيل أن يهدم الكعبة وفي عام الحديبية سنة 6 هجريا منعت كريش محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين من دخول بيت الله الحرام وإن كان لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه فلا أعظم إيمانا ممن سعى في إعمارها فشيد وبنى المساجد ورغب الناس في دخولها بشدة الطرق قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم وسعى في خرابها والخراب ده إما يكون مادي أو معنوي خراب مادي زي ما حصل في البصنة وبرمة من تهديم المساجد فإن لم يستطيعوا تخريبها وهدمها وإيزالتها من على وجه الأرض سعوا إلى خرابها المعنوي فقاموا بتفريغ المساجد من أهلها وقاله الشباب عن دخول المساجد وأغرقوها بالبدع والمفسدين وجملة سعى في خرابها دي لازم تنبهنا أن هناك المتربصون الذين يحاولون تدمير كل جميل وأهموه على الإطلاق مساجد الله فهم يعلمون جيدا أنه متى كان عدد المصلين في صلاة الفجر مثل صلاة الجمعة فسوف ينتصر المسلمون عليهم ولما ظهر اليهود على النصارى في المسجد الأقصى خربوا كنيسة القيامة في القدس وسموها كنيسة القمامة فأولئك الظالمون ما كان لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين وده معناه أن هناك أمر من الله عز وجل لجهاد هؤلاء الظالمين قدر الإستطاع فكيف تصل بهم الجرأة أن يهدموا المساجد ويمنع المصلين من دخول المساجد فنحن على يقين أن هؤلاء الظالمون المعتدون في قمة الخوف من المسلمين ولكنه الكبر نعم وبكل تأكيد هو الكبر الذي يدفعه لمعصية الله وده يعطينا قوة على التصدي لهؤلاء الجبناء الخائفون وإن لم نقدر على دفع المنكر فعلينا باحتساب الأجر والثواب عند الله ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل ويمنع هؤلاء الظالمون شرعا وقدرا من دخول مساجد الله شرعا كما في قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسَ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وبعد عام الحديبية اللي كان في سنة ستة هجريا صرعا ما فتح الله عز وجل مكة للمسلمين في عام ثماني هجريا وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم مؤذن في مكة يقول لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومنع الله عز وجل قدرا أبره الحبشي وجيشه من دخول بيت الله الحرام لما أرسل عليهم الطير الأبابيل فخوف هؤلاء المتدون من الله عز وجل أي يخصف بهم ويدمرهم ومن المؤمنين أن ينتقموا منهم ويقتلوهم ويطمئن الله عز وجل المؤمنين بأن هذه الوقع الشنعاء لن تمر مرور الكرام فهناك عقاب في الدنيا وعقاب في الآخرة عقاب في الدنيا نراه بعيوننا فتشفى صدورنا من هؤلاء وهذا العقاب الدنيوي لن يخفف عنهم العذاب في الآخرة فهو عذاب عظيم شديد وده عكس ما يحدث للمؤمن في الدنيا فقد يبتلى المؤمن في الدنيا بمرض وصبر المؤمن على المرض والبلاء بكل تأكيد ينقيه من الذنوب في الدنيا أما هؤلاء فلن يخفف عنهم عذابهم في الدنيا فالعذاب شديد ومؤلم وجاء عذاب نكرة للتهويل والتعظيم جزاكم الله خيرا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم